طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أوصان بالتواضع وبيلنا في حديث نبو أن أو أنت عايز تصل إلى الرفع والمكانة والوجاهة في المجتمع فعليك بماذا بالتواضع يعني كل إنسان بيدور على رفعته في المجتمع وأنه يصل إلى الرفع بالحسب أو الرفع بالمال أو الرفع بالجاه كل ده يتحقق في معنى قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه هو المعنى ده؟ قال إن الإنسان يكون متواضع قاله في حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ يعني وَمَا تَوَضَعَ إِنسَانُ الحديث حديث صحيح الإنسان اللي يتواضع لله سبحانه وتعالى هو الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه عنده ثقة في ربه سبحانه وتعالى هو عنده طمع في الله فالله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر هذه النية الطيبة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن توضعه وَأَلَّا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٌ يعني ربنا أوحى إليه زي ما أوحى إليه في آيات القرآن من الأوامر الشرعية أوحى إليه إن الناس تتواضع وإن الإنسان ما يبصش لنفسه بهذه النرجسية والأنانية والمحبة للذات والانجماع حول ذاته وإنه يشايف كل الناس ضعاف ليست لهم ملكات وليست لهم أي مواهب أعطاه الله لهم لا ده إنت توضع أوحى الله لي أن توضعه وأن لا يفخر أحد على أحد